شروط الدعاء المستجاب الشروط الدعاء المستجاب أن يكون الإنسان على وضوء أن يتخير الأوقات التي فيها إجابة الدعاء زي بين الأذان والإقامة زي قبل صلاة الفجر زي وقت نزول المطر زي عند الاضطرار كمعلامة نبي صلى الله عليه وسلم على سفر كمعلامة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبدأ دعاءه بالحمد والثناء على الله والصلاة على سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم ويختمها أيضا بالحمد والثناء والصلاة على سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم هذه السروط؟ يعني فيه أوقات بعينها هيك آه طبعا إن الله يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فينادي على خلقه وقت مهم جدا نعم الدعاء نفسه يعني أحد من يقول لك يعني ربي وفقني في شغلي ربنا يزود فلوسي ربنا يرزقني بالأطفال لما فكرت أن البنت ما شاء الله ربنا يبرك لها يمتدين ربنا يجيب لها زوج صالح فيه أدعية مشروعة فيه أدعية غير مشروعة في العموم رب لا تذرني فرضا وأنت خير الوارثين ده إن شاء الله يعني بإذن لا يكون فيه سبب العلاقة الزوجية الناجحة وأيضا الذرية الصالحة وأيضا اللهم يعني يسر لي أمر الزواج ربي هب لي خيرا وألحقني بالصالحين أو هب لي ملكا وألحقني بالصالحين أي إن كان الدعاء المهم أن لا أدعو بإثم أو قطيعة رحم كما علمنا صلى الله عليه وسلم